مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع ارتفاع على درجات الحرارة وأيضا استقرار على الطقس وتبقى الأجواء باردة أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن هناك ارتفاع على درجات الحرارة قليل وهناك أيضا فرصة لسقوط بعض الأمطار على الحدود الشمالية من المملكة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة في الرياض أجواء باردة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية أيضا الرطوبة النسبية مرتفعة بحدود 86% أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة أجواء لطيفة في النهار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يوم الأحد 21 العظمى الأجواء بالليل باردة الصغرى بحدود 13 درجة الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة العظمى 24 أجواء لطيفة إلى معتدلة بالنهار لكنها باردة نسبيا الصغرى 14 درجة يوم الثلاثة أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية في الرياض والصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية الأجواء أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا سكاكا 24-13 عرعر 21-10 وتبوك 26 إلى 13 درجة مئوية أما المناطق الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا المدينة المنورة 28-19 جدة 29-20 ومكة المكرمة 31-21 والطائف 23 إلى 14 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء لطيفة إلى معتدلة نهارا لكنها تميل للبرودة ليلا في الباحة وأبهة لكنها لطيفة ليلا في جزان الباحة 18-12 وأبهة 20-11 وجازان 30 إلى 23 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية أجواء معتدلة نهارا إلى لطيفة باردة نسبيا ليلا حفر الباطن 24-14 الدمام 21-14 والإحساء 22 إلى 12 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى والرياض أيضا أجواء لطيفة بالنهار باردة نسبيا ليلا حائل 24-14 بريدة 24-14 والرياض 21 إلى 13 درجة مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة